خلف غبار المعارك في الجوف تعلو الدعوات الأممية والدولية إلى التهدئة وخفض التصعيد فبعد أيام من سيطرة ميليشيا الحوثي على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث إلى محافظة مأرب زيارة غير مسبوقة جاءت وسط غمرة الحديث عن ترتيبات عسكرية تحضر لها الشرعية وبالتزامن مع هجوم الحوثيين الأخير بهدف استكمال السيطرة على محافظة الجوف المحاذية للسعودية جريفث وفور وصوله مأرب دعا إلى سرعة التهدئة واستناف العملية السياسية محذرا من انزلاق البلد إلى مزيد من العنف كما شدد على ضرورة تحييد مدينة مأرب عن التصعيد والصراع باعتبارها كما قال ملاذا لمئات الآلاف من اليمنيين ومركز إيواء لآلاف النازحين تصريحات وإن بدت دبلوماسية في ظاهرها إلا أنها توحي بأن الهدف من الزيارة إقناع الشرعية بالقبول بسيطرة ميليشيا الحوثي على الجوف وعدم شن عملية عسكرية لاستعادتها في مقابل ضمان عدم اجتياحهم مأرب بقراءة المعطيات أيضا يبدو أن المبعوث الأممي يحاول تعطيل التحضيرات العسكرية للجيش الوطني لصالح استئناف العملية التفاوضية وجس نبض الشرعية وأمد استعدادها للعودة إلى المسار السياسي لكنه أي المبعوث الأممي وإن بدى قادرا على وقف تحركات الشرعية مثل كل مرة لا يمكنه ضمان وقف التصعيد الحوثي عن حدود الجوف وإلزامها بالدخول في عملية تفاوضية